بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عدنا قطع الكتاب الموجودة في يونت 7 اول قطعة موجودة في صفحة 71 بعنوان two african countries بلدان افريقيان يعني بلدان في غارة افريقية البلدين الموجودات لدينا ليبيا والسودان نبدأ بالقطعة الاولى بالمقدمة نطيق بعض المعلومات area لمعناها المساحة ومنطيق مساحة ليبيا population لمعناها عدد السكان ومنطيق العدد السكان currency العملة ليبيا طبعا ليبيا دينار دينار ليبي ولانجوج اللغة الرسمية هي اللغة العربية هذه المعلومات المساحة عدد السكان ما مطلوب منك منك تحفظها اوكي نبدأ بالقطعة ليبيا لبيا is a large country بلد كبير in north africa بشمال افريقية with a long coastline ولها ساحل طويل on the mediterranean sea على البحر الابيض المتوسط تلاحظ الكلمات المراكمة باللون الاحمر مترجمة على الجهة اليمنى من الصفحة يعيشون في وحول العاصمة والمدينة الثانية من ناحية الأهمية والمساحة بنغاسي إذن معظم سكان ليبيا يتركزون في هاتين المدينتين The rest of the country ما تبقى من البلد من مساحة البلد is mostly desert في غالبها صحراء and mountains ومناطق جبلية It can be quite cold من الممكن أن يكون الطقس بالد نسبيا in the mountain areas في المناطق الجبلية in winter في الشتاء But in general ولكن بشكل عام the climate المناخ is hot and dry حار وجاف In the spring and autumn في الربيع والخريف The ghibli The ghibli شنو هي القبلي؟ A hot dry wind Wind رياح رياح القبلي الحارة والجافة That carries sand والتي تحمل رمالا معها blows تهب إذن خلال فصلي الربيع والخريف تهب رياح القبلي التي تحمل معها الأتربة هنا شون يعني قد شنو القبلي؟ شون إحنا عدنا يجي موسم نقول شرجي؟ هم عدهم يجي موسم يسمونه قبلي Then ثم عندها عندما تهب هذه الرياح The temperature درجات الحرارة Can rise يمكن أن ترتفع Very fast بشكل سريع The highest temperature in the world أعلى درجة حرارة بالعالم اللي هي 58 درجة مئوية 58 درجة مئوية Was recorded سجلت In Libya In 1972 سنة 1972 In the narrow fertile northern areas Narrow يعني ضيق Fertile يعني خصب في المناطق الشمالية الخصبة والضيقة يعني ممتدة على خط الساحلي Agriculture في تلك المناطق Agriculture الزراعة is important مهمة And a lot of food والكثير من الأطعمة is produced يتم إنتاجها المقصود طبعا بالأطعمة هنا خضروات والفواكه Many people farm إحنا ماثنين كلمة farm سابقا مرة علينا في كثير من السنوات بمعنى مزرعة تبهى أن كلمة farm هنا فعل وليست اسم بمعنى يربي اللي هي موجودة في رقم 14 Many people farm sheep goats and cattle الكثير من الناس في ليبيا يربون sheep الأغنام goats الماعز and cattle والماشية المقصود بها الأبقاء However وعلى أي حال ليبيا's main product المنتج الرئيسي في ليبيا main يعني رئيسي product يعني منتج is oil هو النفط It has also natural gas كما أنها تحتوي أيضا لديها أيضا الغاز الطبيعي The country has some magnificent ancient places البلد يحتوي على بعض places الأماكن magnificent الرائعة ancient والقديمة جدا يريد يقول مناطق أثرية to visit يعني تستحق الزيارة such as مثل لبتس ماغنا مدينة لبتس ماغنا اللي يبين يسموها لبدة الأثرية an important city وهي كانت من المدن المهمة two thousand six hundred years ago قبل الفين وستمائة سنة طبعا أنشأها الغريق والرومان القطعة الثانية اللي تدور حول السودان أيضا عندنا المعلومات نفسها area المساحة population السكان currency currency عملة السودان Sudanese pound pound هنا المعنى الجنيه سمونا الجنيه الجنيه السوداني language is Arabic واللغة الرسمية في السودان هي العربية Sudan is the third third يعني الثالث is the third largest country in Africa هي ثالث أكبر بلد في أفريديا من ناحية المساحة most of the north معظم الشمال الشمال سوداني is desert but there are flat grasslands ولكن هناك grasslands سهول flat منبسطة in the center في مركز البلد and forests ويوجد أيضا forest غابات and high mountains وجبال عالية in the south and west في الجنوب والغرب two rivers هناك نهران في السودان the blue nile النيل الأزرق and white nile والنيل الأبيض join والذان يرتبطان ينضمان إلى بعضهما يعني يتصلان at خرطوم في مدينة الخرطوم the capital والتي تعتبر the capital على عاصمة السودان these are these are هذين النهرين these are the country's main source هما المصدر الرئيسي of water للمياه في السودان طبعا the main crops المحاصيل الرئيسية and exports والصادرات شنو المحاصيل الرئيسية في السودان والتي يقومون بتصديرها على أكثر are cotton البطن and sugar والسكر بيها قصر شكر كثير سودان has one of the world's largest sugar refineries السودان تحتوي على واحد من أكبر معامل التكرير في العالم طبعا تكرير السكر اللي هي كلمة refinery تبه عدنا sugar refinery معمل تكرير السكر بس عدنا oil refinery معمل تكرير نفط مثلا سودان is the world's main producer producer منتج سودان هي المنتج الأول في العالم of gum arabic للصمغ العربي gum هنا بمعنى صمغ animal farming تربية الحيوانات is also important أيضا من الأشياء المهمة في السودان هذا كل ما يتعلق بالقطعة وسنقوم بنشر الأسئلة مع الترجمة حول هذه القطعتين الموجودات في صفحة 71 من كتاب الطالب أو ما يسمى بالكتاب الملون إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة أتمنى لكم الصحة والعافية وفقكم الله وأرجو منكم الدراسة بشكل جيد الانتحانات على الأبواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب هذه الأسئلة أو النقاط المهمة المتعلقة بالقطعتين الأخيرتين التي تم دراستهما ونشر الفيديو حولهما لأن two African countries بلدان أفريقيان لموجودات كما قلنا في صفحة 70 لتدور حول ليبيا والسودان النقاط حوالي 10 نقاط كلها true أو false mark the sentences أشر الجمل true أو تختصر T or false أو false تختصر F طبعا true صح والF غلط ليبيا is mostly desert ليبيا في معظمها صحراء طبعا حسب النص الجملة true it is always very hot there in ليبيا الطقص دائما حار في ليبيا طبعا false there is no agriculture in ليبيا لا توجد agriculture زراعة في ليبيا false ليبيا produces oil ليبيا تنتج النفط طبعا true لبتس ماغنا مدينة لبتس ماغنا is a modern city هي مدينة حديثة عصرية طبعا false حسب النص مدينة لبتس ماغنا أسست قبل أكثر من 2600 سنة سودان 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 لديها خط ساحلي على البحر الأبيض المتوسط طبعا غلط طبعا على مدى تصير الجملة صح شيء للسودان حط ليبيا The capital of Sudan is خرطون عاصمة سودان هي الخرطون صحيح سودان gets most of its water السودان تحصل على معظم مياهها from blue nile من النيل الأزرق طبعا false يعني النيل الأزرق والنيل الأبيض سودان produces cotton sugar and gum Arabic السودان تنتج القطن والسكر والصمغ العربي true طبعا السودان هي المنتج الأول في العالم للصمغ العربي at last في النهاية animal farming تربية الحيوانات is not important ليست مهمة in سودان في السودان طبعا هذه الجملة false أوكي هذه كل ما يتعلق بهذا النصان هاي الأسئلة اجت عليهم النفس هاي الأسئلة أتى في الامتحانات الوزارية السابقة نلتقي في القطعة القادمة بإذن الله